سيدنا موسى عليه السلام كان رجلاً آدمي لون زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأدمة في اللون يعني الحمرى وكان شاهق الطول وكان قوي البنية وكان ذا شعر كثيف حتى أنه لو لبس سبعة قمصان أو أقمصة لخرج الشعر واخترق هذه القمصان السبعة أو هذه الملابس السبعة يدل على قواته استكمل المدة وبالمناسبة اللي سميته موسى ستينة آسية بنت مزحم اللي هي امرأة فرعاون لأنه وجد بين الماء والشجر فسميته موشى وثم حرفت بعد ذلك أو عدلت إلى موسى استكمل المدة اللي هي عشر سنين في خدمة الرجل الصالح اللي هو شعيب وبعدين كان يرعى الغنم فكانت كل الغنم بيضة وكلها عشار فشعيب قال له اسمع أنا هديك هدية قبل ما تمشي قال له ايه خير قال له اللي هتولد اسود فيها خده طب الأب أبيض والأم أبيض هتيجي منين اسود فخلاص اللي تولد اسود فسيدنا موسى كان يعمل ايه؟ كان يروح يسئل الغنم ومع العصاية بتاعته وبالمناسبة عصى سيدنا موسى اسمها زائدة فكان يضرب العصى على بطن الغنم ويقول ضعي أسودا بأمر الله يقول ابن عباس فما وضعت كلها إلا أسود وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء خد الغنم كله لما ربنا يريد الرزق طبعا رزق خد الغنم كله وخد أمه يكابد وخد زوجته صافورة وخد ولدينه وخرج من مصر وخرج لمصر على مشارف سيناء الجو برد شديد والجو ظلام شديد وجد نارا فأراد أن يستأنس فقال لي أهله استنوا هروح أشوف النار اللي هناك دي أمكثه إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى لما راح لأحاج عجيب قوي لأن كل ما يتحرك النار تتحرك وكل ما يقف النار تقف الحد ما فضل ماشي والنار تمشي الحد ما دخلت في شجرة فأضاءت كل فروعها وغصونها وأوراقها وثمارها فعلم أنها ليست نار وإنما نوش لما راح للمكان ده استشعر الهيبة والجلال والكمال وبدأ يسمع الصوت الصوت الرباني يا موسى إنني أنا الله بدأ يسمع الصوت ربنا ولذلك ربنا عبر يقول إيه فلما آتاها نودي أي يا موسى إني أنا ربك فخلان عليك إنك بالوادي المقدس طوال هما آأ